اشتركوا في القناة نرى اننا نرى الى الارونارة نرى العابة يكونوا في الملعب كما يسمى المنتخبه وصوت الأطاة ومدرنا لأول ما نرى الأطاة وصوت الأطاة ونرى العابة يتعادلوا عادي ويخسروا بالنسبة لهم عادي لا يوجد القتالي حسناً يتمرك على اليوم بيت ويجدون تلفوا كامل نخسروا دائماً اللاعبين الذين تتواجدوا دائماً في الضلبضاء الرباط وكانسوا اللاعبين الذين لديهم مقدورات كبيرة في البطولة الوطنية كل اللاعبين الذين كانوا بإمكانهم في المنتخب وتشكيلنا نرى ما شيئاً والمأساة اللي دوجنا في السنوات اللي مضات هذين عاودوا ونعاودوا ونقروا انا نرى ان المنتخب الوطني لا يحقق شيئاً كانت تمنى على الله يدو صغير الدور الأول ما الدور الثاني ما تنشوفه شوش كاي تلاقيها متوقع يعني العطوشي اللي ما عرفش كيف عطوشي الجمهورد الويداد غتصول أغلبين الجمهورد الويداد يقولوا ما يلعب شيف الويداد عد بشي لعب في المنتخب الوطني يعني ما عندوش موقع ويمة اللاعب من المنتخب الوطني أولاً بالنسبة للخلو واللائح نهائي من العناصر الوطنية عندي لجوش تعليقات كمتتبع أولاً هذا شيء ليس بغارب المدربين اللي تعاقبوا المنتخب قلة ما كيوليوه اهتمام بنظري العنصر اللي تكبر وتتدرب في البطولة الوطنية ربما الأسباب التقنية وللأشياء غيباء لنا ولكننا كنشوف أن هذا تصرف غير مبرر أرى 16 الفارق كان في البطولة الوطنية بإيجابياته بسيليبياته وعطال الله العناصر اللي تقدر تقدم الإضافة للمنتخب خصوصاً مع الغياب دعيدت أوجوه بارزة على الكان المقبلة كبوفال وكأمر عباط اللي كيت تفضد أنه عندو إصابه وكتنان وإلى غيره من كدبش عليكم من بعد انتكاسات العرفة المنتخب الوطني المغربي في غضون هات السنوات الأخيرة كنظن أن اللائحة ما فرحتنيش ما شفتش فيها إضافة وخاء أن كنلاعب عطوشي بوحده من البطولة الوطنية المغربية ولكن ما ما كنظنش غتكون شي نتيجة إيجابية في استحقاق العفرقي هات السنة اللاعب واحد من البطولة الوطنية هذا شيء عادي لأن البطولة المغربية بطولة ضعيفة بزاف كيف ما كتلاحظو خط الهجوم دي البطولة ضعيف ما كيدي باسيش السنة كاملة خمسة عشر هدف يعني حاجة عادية أننا غدي نشوفوا في المنتخب وطعني لعبين من دول أوروبية ودول أجنبية أنا شبالية شيء خاطئ حيش بغينا بغينا لعابة بزاب باش نشوفوا باش نشوفوا اللعاب المحلي شو عندو دور في القارة السمراء في القارة السمراء وبغينا شيء لعابة جدود كيني مهارات بغينا بتموا نشوفوه في المنتخب في لائحة نيائية الكوبدة أفريك بشو ميت شارو في أفراقيا السوداء اشتركوا في القناة